تنفيذا للأمر المولوي السامي لأمير المؤمنين صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله أقيمت صباح اليوم بالمسجد الأعظم في الرباط صلاة الاستثقاء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولى رشيد وذلك إحياء لسنة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما قل وانحبس المطار عن الناس واشتدت الحاجة إليه قيس محسن باب شلا بالرباط ووصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد حيث تقدم السموهما الموكب الرسمي لإقامة صلاة الاستثقاء تنفيذا للأمر المولوي السامي لأمير المؤمنين صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله فوسط أجواء من الخشوع ملؤها التضرع إلى العلي القدير بالدعاء والاستغفاء انطلق جموع الممينين مشيا على الأقدام باتجاه المسجد الأعظم متضرعين للباري جلت قدرته بالدعاء والاستغفاء ومرددين دعاء الاستثقاء اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت سيرا على سنة جده الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمير المؤمنين صاحب الجلال الملك محمد السادس عزو الله بإقامة صلاة الاستثقاء بجميع ربوع المملكة سواء في المصليات خارج المدن أو داخل المساجد وهذه السنة الحميدة هي محفوظة في المغرب كعدد من السنة النبوية الربانية أن يطلب الناس الغيط عندما ينقطع ويتأخر والناس يطلبون الغيط لأن الله تعالى أمرنا أن ندعوه ليستجيب لنا سواء حضرة النعمة ندعوه ونشكره على حضورها أو تأخرت أو تغيبات وهو سبحانه وتعالى يعرف الآجال وبالمسجد الأعظم بالرباط أدى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولي رشيد صلاة الاستثقاء والتي دأب المسلمون على إقامتها كل من حبس المطر استدرارا لرحمة الله وجوده وعطائه واقتداءا بسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءنا إن شاء الله لأننا نحن عباد الله نحن نلتجو إليه نحن ندعوه سبحانه وتعالى وحده وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعان فليس أجيب لي واليوم النبي لعلهم يرشد نستغفر ربنا في هذا الصباح وندعوه سبحانه وتعالى ونصلي صلاة الاستثقاء كما صلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذعاء الذي سنقوم به اليوم هو الذعاء للتضرع والتفضل إلى الله عز وجل لكي يرزقنا بأمطار الخير وكما قال الله عز وجل في كتابه الحكيين وجعلنا من الماء كل شيء حي الآن سخرج الأمة للتضرع بالدعاء لله عز وجل ليمطر علينا أمطار الخير ليذهب عنا البأس ففي هذا الدعاء إن شاء الله سيكون خير إن شاء الله جئنا هنا لنتضرع من الله تبارك وتعالى ونسأله أن يسقينا غيثا مريعا غير ضار لأننا نحتاج إليه كثيرا وفي خطبة صلاة الاستفقاء حث الإمام جمع المؤمنين على ضرورة التمسك بالدين الإسلامي الحنيف وبتعاليمه السمحة وكذا التقرب إلى الخالق بالدعاء باعتباره الملاذ والمرتجى عملا بقوله تعالى ادعوني أستجب لكم وقوله عز وجل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وبالمناسبة رفعت أكف الدراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلل الملك محمد السادس نصره الله ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة استغفر الله العظيم إثر ذلك غادر صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولي رشيد المسجد الأعظم بباب شلا بالريباط